من صفات أهل القرآن مع القرآن أنهم يقرؤون القرآن دائما على كل أحوالهم ولذلك ذكر الله عز وجل نعتهم فقال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فالمؤمن بطبعه قارئ للقرآن على كل أحواله ذاكر لله جل وعلا بل إن من كثرة قراءته للقرآن ربما شغله قراءة القرآن عن دعاء الطلب والمساءلة وقد روى النسائي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين ولذلك فإن صاحب القرآن حينما ينشغل بالقرآن عن دعاء وعبادة وهو دعاء الطلب فينشغل بالقرآن عن دعاء الطلب فإن الله عز وجل يخلفه خيرا مما يطلب لو طلب ولو سأل وكذلك هو ينشغل بقراءة كتاب الله عز وجل عن غيره من مشاغل الدنيا ويأنس بهذا الكتاب أنسا عظيما شديدا وقد جاء عند الترمذي أو نقول وقد روين عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الحال للمرتحل قيل في معنى الحال للمرتحل الذي يحبه الله جل وعلا أي الذي ما إن ينتهي من ختم كتاب الله عز وجل حتى يرجع إليه مرة أخرى فيقرأه قراءة كاملة فما إن ينتهي من قراءة سورة الناس إلا ويبدأ بعد ذلك بقراءة الفاتحة ليختم مرة أخرى بعد ذلك اشتركوا في القناة